احنا النهاردة في المغرب بنحضر لأكبر مسابقة درمجة في العالم ACMICBC وبالمناسبة السعيدة دي عايزين نعمل تشالنج بسيط عايزك تعمل البروجرام البروجرام ده بياخد مني عدد الفرق المشاركة وبعدين بياخد مني أسامي البلاد المشارك منها الفرق دي البرنامج هيطبع ياس أو نو بناء على حاجة معينة احنا مش عايزين أي فريقين من نفس البلد يعودوا جنب بعض فلو حتقدر تعمل ترتب المتسابقين بطريقة معينة بحيث ان ما يكونش فيه اي اتنين من نفس البلد قاعدين جنب بعض حتطبع كلمة ياس ولو ما ينفعش هتطبع كلمة نو طيب هديك مثال على كده هتعمل برنامج هيسكان N اللي هو عدد الفرق والنفترض خمسة وبعدين هتسكان أسامي الدول والنفترض ايجيبت 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 شاينا شاينا لو حصل كده هتقدر تعمل ايه تقدر تتبهم بحيث ان انت تخلي اول حاجة ايجيبت وبعدين ايجيبت ايجيبت ثاني وبعدين ايجيبت في الحال لي مش هيكون في اي فريقين من نفس البلد قاعدين جنبا بعض طيب ولنفترض ان عدد الفرق كان أربعة بس escape 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 وبعدين واحدة بس ايجيبت في الحال ليحط ايجيبت وبعدين ايجيبت حيبقى Californ واحد مش عارف احطه فين هو حط فالاخر يبقى adjacent لاخر ايجيبت وله حطه في الأول حيبقى جيسند لأول إيجبت ففي الحالة دي هتضع لي نوم